يواصل مجمع كوندور مسعيه لغزو الأسواق العالمية بمشاركته الثالثة في المؤتمر الدولي للهواتف النقالة ببرشلونة الإسبانية الذي عرض من خلاله هواتف كوندور الجديدة المزودة بأحدث التقنيات أما عن مميزات هواتف كوندور الجديدة فيحدثنا عن ذلك مدير التصدير نعم وضع اي الواتف التقنيات المخلق 90 مهاتف كوندور جديدة الميديداتك ميديداتك مجمع 1.2 وضع ايان بارية نُنغة 7.0 ينقال في امكان آخر وفاو 3.8 مع رما ورام رام هاتف 3 صورة 32 جديد رخيطات بلايك تخاف сумمارك أيضا من مدعم تخافح بالتفاصيل الكبرية لتصمق التخاف حكما يشبك مكان مكان مكاني 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 مكانيا مكاني 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 اشتراك كبار بتك Read اعلى الأسباب الاختراكات لرب Mill茶 بالتأسيارة في مجموعة الهاتف وهو مجموعة على سبيل البعض عالجية والداخل ودعه يوجد بحضور كليلا الأسفلل رائع عميات الشراب 2 كيلولول. بين التأسيارة الضوتيات الكبيرة يشعر فيماية الأسفل في المدرس المحافظة ويؤكد المدير العام لمجمع كوندور أن أسعار هذه الهواتف أخذت بعين الاعتبار القدرة الشرائية للزبون وهي لا تتجاوز 30 ألف دينار 30 ألف دينار جزائري يعني بمواصفات عالية جدا وهو يعتبر سعى المعقول لغاً لخيفة قيمة الديناء لغاً لارتفاع تكلفة الموات الأولية مشاركة كوندور في مثل هذه المحافلة الدولية أكسبتها الكثير حيث سمحت للمجمع الجزائري بدخول 12 سوقاً أجنبية من إفريقيا وأوروبا بعد نجزال لعبارة القدرة على هذا المواتف الأولى من أغبيبار لحصول الأوروبين ما أعبار ربماً على المناثل الإنسان خلال المواتف جداً لغاً للمناثل من أجنبال بالقديم ومواتف الجزائري بدعم من الأمورية كوندور وبدعم من الأمورية ويجب أن يجب أن يجب أن يجب المجمع من العالم في هذا المنزل هذا وقد وقع مجمع كوندور اتفاقية مع متعامل الهاتف النقال لايكا موبيلا لتوزيع الهواتف النقالة في 12 دولة إفريقية وأوروبية إضافة إلى اتفاقية مع كوريا ليستيليكوم ثاني أكبر موزع للهواتف النقالة بفرنسا حيث يقوم هذا الأخير بتوزيع هواتف كوندور بفرنسا ويرهن المجمع الجزائري على توزيع أكثر من 100 ألف هاتف نقال بفرنسا